إذاعة وأكشوط الحرة توقف بثها بعد أن عجزت عن تقطية نفقاتها فضعف الدعم الرسمي وغياب استراتيجية عادلة لتوزيع الإعلانات بين وسائل الإعلام الخاصة ورسمية أدى ببعض وسائل الإعلام إلى الإفلاس كادت هذه تجربة أن تموت لكن تم تداركها إلى حد ما ويمكن القول أن مخرجتها كانت إيجابية ونتائجها إيجابية لكنها ما تزال مهددة في الصميمة وفي الوجو إذاعة وأكشوط الحرة ليست الوحيدة التي أغلقت منذ تحرير الفضاء السمعي البصري في موريتانيا فقد سبقتها إذاعة موريتانيد وتستعد إذاعة أخرى لإنهاء بثها قبل نهاية العام الجاري وتيرة تنظر بتقلص الإعلام الخاص مقابل توسع مساحة الإعلان الحكومية ما يزيد المخاوف من العودة إلى الصوت الواحد الذي كان سائداً مذ استقلال البلاد قد كانت رؤية سياسية معينة بتحرير فضاء السمعي البصري كان في السابق حكراً على الدولة وهي خطوة اعتبرناها في وقتها خطوة جبارة في اتجاه الحريات التعبير وفي اتجاه ترسيخ معالم الديمقراطية في موريتانيا ولكن الحقيقة أنه قبل تحرير هذا الفضاء كان لابد من التفكير وتهيئة الأرضية المناسبة قرار الحكومة تجميد مخصص الاشتراكات في الميزانيات القادمة زاد من هذه المخاطر في ضوء عجز المستثمرين عن تطيئة نفقات مواسساتهم الإعلامية فأغلب القنوات التلفزيونية والإعلانية مدينة لشركة البث بمستحقاتها بعد خمس سنوات من البث والانطلاق حتى الآن نعاني نفس المشاكل سواء في الإذاعات أو في قنوات التلفزيونية مشاكل منها ما يسمى بعدم وجود دعم وكذلك غياب عقود على المستوى العام السابع قليلة ويحتفل الموريتانيون بذكرى تحرير الفضاء السمعي البصري في بلادهم وسيتزامن هذا الاحتفاء مع اختفاء عدد من الإذاعات من هذا الفضاء وهو ما يطرح تساؤلات حول مستقبل الإعلام الخصوصي في البلاد محمد فاضل حراء مواقش موسيقى